تعرف قسيس كتير حتى من المسحيين اللي بيحتفلوا بعيد القيامة نعم هو مش المفروض يوم المفروض كل يوم من أيام السنة نحتفل بقيامة يسوع المسيح وبدل أخص يوم الأحد اللي هو يوم الأول بذكرنا بقيامة يسوع المسيح ولكن مش كتير من المسحيين بيفهموا مضمون القيامة صح فما هو مضمون القيامة مضمون القيامة أن يسوع عبر الموت نعم ومن الموت أفرخت الحياة لأن يسوع فيه كانت الحياة والحياة نور للناس والنور يضيء في الظلمة فعندما يأتي الإنسان بخطياء وأثامه وأفكاره وتلوثه هكذا كنا نحن لسنا أفضل من غيرنا على الإطلاق لكن عندما تقابل المسيح معنا أن القيامة لا يمكن أن نواجهها إلا بالإيمان فعندما نأتي بالإيمان إلى إله القيامة ربنا يسوع المسيح الذي يكمن في كيانه وإنسانه نحن نعلم أن يسوع ذات طبيعتين إلهية وإنسانية فالمسيح في كيانه يكمن الأزل والأبد ويعلن عن ذاته عن ذات الحياة في ذاته يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء وهذا أعلان صارغ أن القيامة هي في صلب طبيعة الله وكينونة الله وكنه الله له المجل آمين الآيات التي قرأتها من رسالة بوتروس مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته ولدنا ثانية لرجاء الحي بقيامة يسوع من الأموال فطبعا هون يعني بيتكلم عن مش بس طبيعة القيامة بيتكلم عن قوة القيامة وبعد القيامة وبعد القيامة وعمل القيامة صح فإذا حكينا عن بعد القيامة إيش اللي ممكن نفهمه من أبعاد القيامة نعم أبعاد القيامة هي أبعاد فيها رجاء لا يموت لأن القيامة هي إلغاء الموت إلى أبد الآبدين أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل فالفنائيين والوجوديين والفلسفة المادية ينكرون هذا لكن نحن لنا ملء الإيمان وملء اليقين وملء الثقة أن يسوع قام في حياتنا هذا هو اختبارنا السبب كنا أموات بالذنوب والخطايا مح خطيانا أقامنا معه وأجلسنا وين في السمويات له كل المجل فهلأ نحن بستيديو السيس وعلى الكراسي لكن مركزنا فوق نحن في السماء في شخص ربنا يسوع المسيح فالرجاء أصبح ليس مضيء أمامنا لكن جزء ليتجزأ من إيماننا واختبارنا الذي لا يقبل الشك والدوران ولا اللف لكن نحن أبناء القيامة ونحن أبناء الملكوت ونحن أبناء اللهوت ونحن أبناء الصبعوت له المجد إلى أبد الآبدين أمي